الان انتقل لكتاب صفحة تسعة وثلاثين لدينا سؤال رقم تسعة املأ الفراغ بالكلمة المناسبة ثم اقرأ في عنا انت انتما انتي انتم انتن هدول كلهم زي ما حكينا قبل انه هدول ضمائر المخاطب ضمائر المخاطب هلا بدنا نشوف شو بدنا نحط بالفراغ ضمير المناسب صديقان مخلصان اذا انا عم بحكي عن اتنين انا شو بقولهم انت ولا انتي ولا انتما احسنتم انتما اذا انا هون بكتب انتما صديقاني مخلصان هلا صديقان مخلصان عم بحكي عن مؤنث ومفرد اذا انت ولا انتي صديقان احسنتم انتي انتي صديقان مخلصان صديقان مخلصان صديقان مخلصان اذا عم بحكي عن مفرد مذكر بحكي له انت ولا انتي انت صديق احسنتم انت صديق مخلص اصدقاء مخلصون اصدقاء مخلصون اصدقاء مخلصون اذا انت وانتي استخدمناهم انت وانتي استخدمناهم وانتما استخدمناهم وانتم استخدمناهم ذلت انتنا اعطوني انتم مثال من عندكم على انتنا طبقا للمثال السابق انتنا صديقات مخلصات احسنتم ننتقل الآن لصفحة 40 صفحة 40 سؤال ان هنا اسئلة اكتب واحد الفذ الكلمات منتبها الى نطق الالف المقصورة واليا المقصورة في اخر كل منها ثم اعيد كتابة الكلمات اذا بدنا نلفظ الكلمات عندنا اول كلمة ضوحة تنتهي بألف مقصورة ضوحة بدأ عيد كتابتها هون بخط جميل كما تعودنا رامي تنتهي بياء اذا برضو بعيد كتابتها هون عيسى ألف مقصورة تنتهي بعيد كتابتها بخط جميل الغالي تنتهي بياء مقصورة برضو هي بنهايتها بعيد كتابتها هون طبعا أنا أكيد ما عندي شك أنكم هتكتبوا بخط جميل أستخرج من درس القراءة قراءتي كلمتين تنتهيان بألف مقصورة وكلمتين تنتهيان بياء وأكتبهما أكتبها إذن نرجع على درس القراءة بدنا نرجع على درس القراءة كلمتين تنتهي بألف مقصورة وكلمتين تنتهي بياء نرجع لدرس القراءة في عنا ليلة أوراقي تنتهي بياء أحلى تروي صديقي تروي تنتهي بياء وصديقي تنتهي بياء إذن في عنا ليلة وأحلى إذن هون بكتب ليلة أحلى وهون بكتب في عنا أوراقي عنا أوراقي وعنا كمان مثلا تروي وفيك معنا الصديقي إذن هون ثلاث كلمات أوراقي تروي صديقي وهون ليلة أحلى السؤال الثاني أستخرج من الدرس جملة تدل على ترحيب درسنا فيه جملة ترحيب اللي هي أهلا أيوة أحسنتم أهلا أهلا بكي أهلا بكي يا ليلة هون الكتاب عم برحب بليلة بشكل مجازي أهلا بكي يا ليلة ننتقل ل صفحة 41 في عنا الخط الجميل وهي الفقرة اللي كتير بحبوها طلابنا تحب ليلة المطالعة كثيرة بنا نكتبها بخط جميل كما تعلمنا أنت صديقي المخلص برضو بنا نكتبها برتين بخط جميل وعدوني تكونوا ملوك للخط إن شاء الله السؤال الرابع الإملاء المنقول أنا متأكد لكم أنتوا بتحبوا تختبروا حالكم بالإملاء ممكن أنك تدرب عليه بالبيت مع ماما أهلا بكي يا ليلة بين أوراقي أجمل القصص وأحلى الأخبار وفيها الرسومات الرائعة ننتقل على صفحة 42 في عنا الأنشودة اللي عنوانها الكتاب نرددها سوية أنا بدأ أقرأها ومن بعدها أنت بتدربع قرأتها مع ماما بالبيت الكتاب كما تعودنا بالرقم الأسطر سبعة تمانية بلش الكتاب يا بستان الحرف الأخضر يا ضوءا ينساب في قلبي في عمري الأنظر سميناه كتاب أنت رفيقي في مدرستي أنت سمير الدار تحلو النزهة في صفحاتك تحلو ليلة نهار طبعا نمألفها سليمان العيسى إذن بنرددها مع ماما بالبيت هي عم تحكي عن الكتاب شبه الكاتب بأنها بستان الحرف الأخضر شبه الكتاب كأنه بستان يخرج منه الضوء وينير قلوبنا وهو رفيقنا في مدرستنا وسمير الدار يعني برضو رفيقنا في البيت ومسلينا في البيت تحلو النزهة في صفحاتك تحلو ليلة نهار طبعا ما في بعض الكتاب صديقه رفيق لأنه كما تعودنا قراءة زائد نسخ قراءة زائد نسخ بعدين في عنا هون أقرأ بقرأهم بالبيت مع ماما قول الله تعالى وقل ربي زدني علما وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن طالب العلمي يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء وإن فضل العالمي على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب شوف عزيز الطالب إدي إنت إنت الطالب إدي فضلك عند رب العالمين فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب نتدرب على قراءتهم مع ماما بالبيت قول الله تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيك تنتهي أسئلات صديقهم من ورق بتمنى منكم تكونوا استفدتوا وتسمعوا بالنصائحنا معلمات صفتاني وننفذ كل شي طلبناه منكم إلى اللقاء في درس قادم بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر